وكل سنة وانتوا طيبين مرة تانية النهاردة قداسة البابا توضرس التاني بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المرقوسية استقبل المهنئين بعيد القيامة وقال بكرة هنحتفل بشام النسيم اللي كان بيتم الاحتفال به كل سنة يوم 21 مارس بين كل المصريين مسلمين وقباط كعيد فرعوني وكان دايما بييجي في الصوم الكبير ويبقى صعب على القباط في الصيام فالقباط نقلوه لتاني يوم بعد عيد القيامة معلومة الحقيقة بالنسبة لي جديدة جدا البابا قال مهم نحافظ على سلامة البلد واحنا شايفين الحروب والصراعات والعنف وعدم الاستقرار داي خلينا نخاف على بلدنا واحنا عارفين انها بحاطة بالشر والازمات البابا تكلم عن فيلم السرب من انتاج الشركة المتحدة وقال يوم 15 فبراير 2015 جات اخبار استشهد الاقباط المصريين في ليبيا اللي استشهده على خلفيات وطنية ودينية وكان منظر مؤلم يعبر عن العنف والارهاب وفجئت تاني يوم الريس بيعزينا وقال عبارة مهمة انا مرضتش اجي عزي غير لما ناخد بطرنا والحقيقة الجملة دي كانت مؤسرة جدا البابا اقدم الشكر للقائمين على الفيلم وقال شيء جميل هتحكي الاجيال بعدنا السيدة انتصار السيسي هندت اقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والد كل عام واقباط مصر جميعا بخير وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قدمت اسمعيات التهاني واطيب الامنيات للاخوة المسيحيين ولقداسة البابا توادرس بمناسبة عيد القيامة المجيد دعين الله سبحانه وتعالى ان يحفظ على مصر نعمة الاخاء والامن والامان مرة تانية باسمي وباسم فريق عمل مساء دي ام سي بتقدم بالتهناء لكل المصريين ولكل المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وبمناسبة شام النسيب